اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد ان مملكة البحرين عززت من بنيتها القانونية وتحديث منظومتها التشريعية بما يسهم في حماية حقوق الافراد وضمان الحصول على تلك الحقوق والحفاظ عليها وذلك في اطار ما تحرص عليه المملكة انطلاقا من اهداف مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منوها سمو في هذا الصدد الى ما قامت به المملكة من خطوات متقدمة ومبادرات فاعلة على صعيد حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير الدعم لهم بما يصون حقوق الجميع ويصب في خدمة التوجهات الرامية الى تحقيق الاستقرار في سوق العمل جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع اليوم السيدة ماريتا دايس حيث نوها سموه بجهودها خلال فترة رئاستها لجمعية حماية العمالة الوافدة واسهماتها المختلفة في مجال تعزيز حقوق العمالة الوافدة متمنيا للجمعية وللقائمين عليها النجاح والتوفيق في مساعيهم الدؤوبة في توعية العمالة الوافدة بما يحفظ حقوقهم من جانبها عربت السيدة ماريتا دايس عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على فرصة اللقاء بسموه وما يبديه سموه من اهتمام بحقوق العمالة الوافدة متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء